مئات الآلاف من ضحايا الارهاب قناة الرشيد استقصت عن هذا الموضوع ونحن الآن في منطقة الشعلان بعد أن طرقنا الباب الصغيرة وجئنا إلى هذا المكان لنرى هذه الأعداد من ضحايا الارهاب ونقلنا لكم الأراء عادة ما يقع المراسل أسير حيرته حول الأسلوب الأنجع وطريقة المثلى في معالجة الحكاية لتصل الجمهور ويتطلب الخروج برواية تلفزيونية عن حدث أو قصة ماهرة لكن في هذا المكان تكلمت هذه الوجوه موسيقى 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 على الصديقة سهيد بولا ثلاثة شرية اللهم بعثوا عيثة وإحنا اليوم كانت الأربعاء أعادت لجان سبولا قال لنا قليلة خطيئة ديان شلت وهذا يطلو خمسين بالمئة عندنا الهيال الخميس هو توفى بعد هذا على الله يطلو خمسين بالمئة ومدى تمشي المعاملة مالدة عيشاني وهذا الشاي عادينا يومنا ما عندنا لا راتب بل هاي بس رحمة الله تسعبوا وهذا عاشرهم هذا الأخي هذا فقس عين وعين أبويا ابني ملعب الطابة هنا بشعلة الصوبة وأثر انفجار وراحوا بيها شهداء هواية وبوقتها قالوا على أساس يسولهم ملعب ومعارش وكل شي ماكوا لا ملعب لا فلوس طونة ولا كل شي أو على أثرها ابني استشهد يعني مات رحنا يا ابا هذا ابننا مات شي سوي لك التوداء ابنك مات شنو يعني زين احنا شنو يعني نقدي من عدكم ما نقدي ده نطلب حقنا انطونا حقنا ما تطونا حقنا انتو الله ترى انتو الله احنا الشريحة الأغلبية ضحايا الأرهاب والمعاوقين والمتقاعدين يعني نقول ثلاثة أرباع العراق والله أنا زوجي من 2006 سويت معاملة قانونية كاملة سويت مركز شرطة طب عدلي حقوق الإنسان ما خلي الدائرة تعتب علي وراء خمس سنين اتضح رحت للمحكمة قالوا يا با انت ما ناشرة بالجريدة يعني هاي الدوارق كلها ما اعترفوا بيها ضربوها عرض الحائط بس النشر بالجريدة قالوا احنا نمشي على قانون صدام النشر بالجريدة بعد أربع سنوات يلا دا نوفي نشرت بالجريدة بألفين واثناش هسه ألفين وستعاش يلا وفولي يا الزوجي يعني تقريبا صار اهداع السنة آني لا آني وما لا أولادي ما أخذين حقوقنا هسه يلا دا أروج معاملة لم تختلفوا قصص من كان موجود في هذه الغرفة فمنهم من بترت ساقاه وآخر أصيب بالشلل الكلي وما بين حالة وحالة يبقى السبب الوحيد هو الارهاب شريحة مهمة هم مشاتة بقرار من الحكومة العراقية بقطع رواتبهم التقاعدية على أمل بأن تتراجع الجهات المختصة بهذا الموضوع خلال الفترة المقبلة نحن من خلال قناتكم نطالب سيد رئيس الوزراء يدخل شخصيا بهذه الشغلة لأنه نحن ناس مظلومين طلعنا على التقاعد نحالي أنا يعني من تنحال على التقاعد غير أكفد مؤسسة ترعاك لا مؤسسة فعلتنا لا مكافتنا همام الطيني يعني حالتك بتر أنا نسبة عجز عدي 70% بتر فوق الركبة جهة اليمني الحال أنا أثناء الخدمة انضربت زين فماكو أي حقوق يعني أي حقوق ما مطينا قانون 57 صدر هذا القانون من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورة ونشر في جريط الواقعة 25-1-2016 بعد معاناة سنة كاملة تم تنفيذ صرفة الرواتب بعد هذه المعاناة تم الآن الطعن من قبل هيئة التقاعد ووزارة المالية نناشد الجهات المعنية أن تتدخل في هذا الموضوع لرفض الطعن الشهداءنا جميعا متساوين ماكو فرق بين شهيد وشهيد نحن نريد هذه القانون يتنفذ على الجميع على الشهيد وعلى الضحال الرهاب وعلى الحجد الشعب المقدس هو الموظف صالف منتشر يعني رفضوني لأنه هو الموظف 400 استلم كل شهرين 800 يعني الحد الأدنى يعني ثلاثة رواتب مضاعف المفروض الطيني يعني أنا مو يعني كيف طلعت موظف لا الارهابة طلعني تفاجأنا للأسف الشديد بوجود طعن من قبل هيئة تقاعد الوطنية وزارة المالية على الحقوق ومقدار الرواتب الموجودة في قانون 57 بالنسبة لهذه الشريحتين ونحن بهذا الصدد قمنا بالتصال بهيئة تقاعد الوطنية لأجل سحب الطعن خلال هذا الأسبوع أما إذا لم يتم السحب الطعن خلال هذا الأسبوع فنحن سنكون في موعد مع هيئة تقاعد الوطنية على تظاهر جدا كبيرة وفي أحيان أخرى يكون للكلمة الدور الأساسي مناشدات كثيرة وجهت عبر قناة الرشيد الفضائية بعدما التقت عدد قليل من ضحايا الإرهاب على الرغم من وجود أرقام مخيفة وصلت إلى أكثر من نصف المليون بحسب إحصائيات المختصين قناة الرشيد الفضائية علي حميد بغداد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة